اكتر لحظة فارقة في حياة الانسان هي لحظة انه يشوف ايد الله بتنجيه مثلا من الموت او بتنقذ حياته عالا نبتدي بموسى ولا داود؟ تعال نبتدي بموسى بالمناسبة فيه كاثدرال كبيرة جدا في يورك في انجلترا اسمها يورك منستر في مدخل الكنيسة الرئيسية تمثل لداود النبي مع القيثارة والناحية التانية تمثل لمريم اخت موسى دي جات كتب في ذهني موسى النبي اول يعني التسبيح ساعتها كان رد فعل فاخذت مريم الدف بيدها مع النسوة والتسبيح قالوا نباركوا رب لانه بالمجد قد تمجد الكنيسة عندنا طبعا بعد ما عبروا البحر الاحر يعني الرب صنع معجزة يعني من جيش فرعون بالزبط بعد ما عبروا البحر الاحمر كان رد فعل انه ده التسبيح ده المناخ اللي احنا عايزين نعيش فيه داود النبي عنده حاجة قبل كده شوية اللي هي مش قبل كده في التاريخ لكن قبل اكشن نفسه انه هو دخل مع نيوت الراما مع ساموئيد النبي مع جماعة الانبياء بيتنبأه والتنبأ وتلاوة الكلام كان بلحنة برضو نعم وكان فيها سلاهات كتير في الكلام فبسبب التسبيح ده شاول فشل في قتله بعد ما بعد ثلاث رسل ثلاث مراته فشلوا وهو نفسه جاه في قتله فداود صار المسبح الاول ودي بقى فكرة انه التسبيح بيفكرني بنجاة نفسي امسرور احد فليرتل فليرتل وانه التسبيح ده شيء يعني بيحمل فكر فكر يتكلم عن الله اشتركوا في القناة